عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرا عن التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة ويناقش المؤتمر في عمله التحديات التي تواجه المصارف العربية والعراقية في عملية التشريعات الدولية ومنها المراسلات مع المصارف الأجنبية فيما جرى التأكيد على تطوير القطاع المصرفي العراقي وتدريب الكوادر العاملة فيه وبناء قدراتهم في مجال الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية كافة حرص مصرف الخليج التجاري بالحضور المؤتمر اليوم تحت رعاية محافظة البنك المركزي واتحاد المصارف العربية والعراقية أهم المحاور التي صبت فيه مؤتمر اليوم عملية التحديات التي تواجهها المصارف العربية والعراقية خصوصا في عملية التشريعات الدولية التي تنص خصوصا في عملية المراسلين المصارف الأجنبية وهذه مشكلة حاليا دنعاني من عندها القطاع المصرف العراقي وإن شاء الله في ظل التحديات الموجودة والتزامنا في تطبيق الأنظمة الدولية سوف نجتازها وبنجاح وبالتوفيق إن شاء الله هذا المؤتمر يأتي بمكانه وزمانه القطاع المصرف العراقي قطاع قوي وقطاع عريق منذ عقود والبلغة إجمالية القطاع المصرف العراقي اليوم إجمالية موجودته أكثر من 157 مليار دولار أيضاً وداع القطاع تجاوزت 100 مليار دولار بأحصائيات ديسمبر 2023 وبالتالي يجب هذا القطاع أن يطور الكوادر المصرفية التي تعمل في هذا القطاع وهناك تطور كبير قام به البنك المركزي من حيث الامتثال ومن حيث المدفوعات الإلكترونية ومن حيث الرقابة ولكن يبقى التحدي الأكبر اليوم أمام هذا القطاع هو الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأيضاً جميع الجرائم المالية بدنا الوتيرة السريعة بالقبول واتحاد كل المصارف العربية على تقريباً معايير مشابهة لحتى تكون متجارية مع التكنولوجيا المصرفية العصرية التي تكون سريعة جداً نقاط ضعف الخاصة بالامتثال وجزئياته في القطاع المصرفي وعملية تكامله مع القطاع المصرفي في الوطن العربي والعالم يعمل العراق حالياً على تطبيق المعايير واطر العمل والأفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي وفي مجال الدفع الإلكتروني خصوصاً نركز بشكل كبير على تنمية وتطوير دور القطاع المصرفي في عملية التنمية وأن يكون جزءاً مهماً بعملية التحول التي يشهدها العراق حالياً والانفتاح الاقتصادي الذي نطمح من خلاله بأنه يكون في حيوية أكبر في القطاع الخاص وهذا يأتي من دعم المصرف الخاصة لمختلف القطاعات سواء الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية وإلى آخرين